النهاردة كمان من اللقطات الإيجابية اللي بتبين العلاقة ما بين الأهلي أو بين الرجاء أو بين مصر وبين المغرب لقطة إيجابية وحلوة قوي صورة مضيئة جدا لما نشوف الدكتور أحمد أبو عابلة زي ما شايفين قدام حضراتكم ده طبيب النادي الأهلي في الطيارة النهاردة اللي موجود عليها بيعتة النادي الأهلي وبالمناسبة النهاردة دي مش رحلة خاصة رحلة عليها ركاب مصريين وأيضا ركاب من المغرب إحدى السيدات المغربيات النهاردة تعرضت لوعكة صحية في الطيارة فالنهاردة كان الدكتور أحمد أبو عابلة كان موجود في المعاد قام بإجراء الإسعافات الأولية للسيدة المغربية لما اتطمن عليها وفضل مرافق لها طوال البعتة أو طوال الرحلة فضل مرائبة كويس تحت الملاحظة علشان يطمن عليها خلال الرحلة لاستغرقت خمس ساعات هي دي العلاقات الجيدة هي دي الكرة اللي بتجمع هي دي الروح الطيبة هي دي اللقطة المضيئة واللقطة الإيجابية اللي احنا دايما بنحب نشوفها آه هي خارج الملعب لكن هي دي الصورة المضيئة لما نشوف طبيب النادي الأهلي بينقص حياة سيدة مغربية والنهار دا كان موجود في الطيارة والدكتور أحمد أبو عبلا يعني بنقدم له كل الشكر وكل التحية على هذه اللقطة الطيبة والجيدة زي ما احنا شايفين كل طائم طاقم الضيافة أو طاقم الطيران موجودين مع الدكتور أحمد أبو عبلا قدم كل الإسعافات وكل المسندة لهذه السيدة ودي لقطة يعني بنحية عليها الدكتور أحمد أبو عبلا دي رسالة مهمة جدا علشان الناس اللي دايما أو حبة دايما العلاقات يبقى فيها سخونة وفيها شد وجذب وإشعال الفتنة دي صورة بألف كلمة صورة بمليون كلمة أنا هنا مش هقدر أقول أسماء لكن احنا هنا في قناة الأهلي الصورة أفضل دليل وأفضل من الكلام وأفضل من مليون كلمة لما نشوف طبيب النادي الأهلي وهو ينقذ حياة سيدة مغربية علشان كده كنا لازم نبين الصورة دي ونبين الموقف ده ونبرزه اشتركوا في القناة